حضرة مولاي السلطان سليمان المعظم مولاي السلطان اجوا البشوات يا اسباشا اجوا يا مولاي عم يستنوا حضرتك تستقبلوا لازم جوفهم فورا بس مو هون خليهم يجوا على باحث الأصر وان رح اجمع الديوان حاضر مولاي رئيس الكتاب حيدر شلبي وصل على الأصر ولا لسه وصل مولاي مولاي السلطان سليمان قرر انه يستقبلكم بساحة الديوان حضرة مولاي السلطان سليمان المعظم مولاي سليمان المعظم أول شي بدي أسمع مشاكل جنود الجيش الانكشاري شو هي طلباتكم؟ مولاي السلطان أنتو بتعرفوا الجيش منيح وبتعرفوا بطولاته الجنود حاسين بالغبن والظلم حاولنا نوصل صوتنا لفخامتكم من خلال الوزير الأول بس يبدو صوتنا ما وصل لكم أبدا الوزير الأول حضرة إبراهيم باشا ما اهتم للجنود ومطالبهم وما تنازل يجتمع معنا مرة وحدة الجنود مزعوجين بدن حملة وبدن مصاري وطالبي من فخامتكم طلب تاني عزل الوزير الأول إبراهيم باشا وهي هي مطالب الجيش الانكشاري خلاصت هاي كل طلبات الجيش مشا ما يصير بالمستقبل تمرضوا عصياني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لقد أقسمت أمام الله أيها القائد إنه ما تنضر إلتي وما تتعرض للظلم والاحتقار طول ما أنا عايش والخون اللي مثلك رح يدفع التنمى خاني ترجمة نانسي قنقر انت كيف تجرأت تساوي هيك ببلدك وناسك؟ ترجمة نانسي قنقر قالوني إنك من الخواني صحيح هتلحكي حاشا يا مولاي مولاي أنا بريء كله كسبه أفتراء أنا يا مولاي كنت عاتصال مستمر مع الجيش لحتى أهديه مولاي كله أفتراء مولاي السلطان من شاء الله سامحني والله أنا اسمعوني الميح ترفع رواتب الجنود الانكشاريين لضعفين ومكافأة مئتين ألف والأماكن التي انهدمت تعود كما كانت وتعود خسارة أصحاب المحلات الحاضر يعلم الغايب هذا فرمان من مولاي السلطان اطمنوا روادتكم زادت وحصلتوا على مكافأة مجزية عاشد سلطان سليمان عاشد سلطان سليمان عاشد سلطان سليمان مولاي السلطان أطاع له رأسه للي خانه وخان سلالة آل عثمان وهدول الأغوات إنه خانه أشرف شخص موجود بالجيش حضرة مولاي السلطان سليمان سلطان الدولة العثمانية العالية ورافع لواء المسلمين وناشر دين محمد عفا فخامة مولاي السلطان عن بقية الجنود المغفلين والمتورطين ترجمة نانسي قنقر